في حالات كتير عن تمركز ده وقد إيه ساهم في الليفربول ما يكسبش لو معنا يا جلال ما يكسبش النهاردة لو معنا الحالات يا جلال نبدأ بيها بس حاسيت النهاردة كان فيه عارف انت رعونة كده اللي هو مستسلمين حتى ما فيش ردة فعل يعني طب قبل ما اخش على الحالات انت قلت اصارت نقطة مهمة جدا كريم وانا متفق معك جدا النهاردة في منظومة الليفربول كلها يعني تكملها على سؤال انت قلت وقل للمشاهدين كل اللعيبة المرال بتاعها واقع او مستوىها واقع مين اللعيب الوحيد باستثناء طبعا صلاح رجع لفرميته اللي كان ماتش اللي فاره اللي ماسك مستوى انا ما عنديش لا منظومة الدفاع الكويسة ولا منظومة الوسط ولا حد فرمة اللعيبة اللي كانتشال لفرقة باحدش في مفرمة مين الوحيد اللي سابت في المنظومة تفتكر طبعا نحيزنا صلاح طيما ورجع فرمة شوية بس مين اللعيب اللي مستوى سابت ولغاية دلوقتي مين بقى مين بقى الوسط الوحيد اللي ما تهزش صح بالنسبة لي صح الوحيد اللي مستوى تهزش كل اللعيبة الوسط خزلت الجماهير الدفاع لسه مش هو دي لقطة اول مطش الكارفايو في مواجهة المرمى كان يقدر يخطف هندرسون معتبره الرجل المباراة الاول والسبب الرئيسي يا كريم في فوز نوتينج هامل نهارده الفوز التاريخي طبعا بالنسبة لهم على ليفريبول نخش على لقطة اول مواجهة هندرسون يبقى حرس انجلترا في كاس العالم اتمنى وكان اعتقد كان فيه تسرع او انه دي خيه لازم يلعب عشان هو دي خيه انه يطلع اعارة من يونيتد انا بعتقد يونيتد بالمستوى ده محتاج ان يكون فيه اتنين حراس مرمى تقال جدا خاصة انه ينافس على كمان في اليوروبا ليج نخش على لقطة اللي بعدها هنا اعتقد ده سكوت مكاتر المدافع سكوتلندي هو اعتقد هنا ازمة ان انا خليت صلاح هنا دايما في حضن المدافعين دايما دايما هنا يعني لما بيروح هنا الاتنين دول على طول في ظهره مقزموا وفرمينيو هو اللي صايت او كارفايو بيدوم مشكلة كبيرة جدا فبدأوا كمان في اول لص ساعة تعرف مدافع دايما الصلب او مدافع اللي بيبقى خايف من اسم اللعيب زي صلاح والريبيوتشن او السمعة اللي عنده في الدوري انتا خايف من اكتر لعيب ممكن يحسن في الدوري بيعمل فاول ساعات قوي شوية يخوفه انا بعمل معاك فاول اجراسف شوية عشان ما تجيش تاني ما تقربش على مطاة الجزاء صلاح كان دايما بحيطة دي الفاول هنا في الدقيقة في اول نص ساعة كان رسالة لده ان ما تقربش يعني حاول تقلل ما تجيش بضهرك ما تسقطش على الخط برضو انا كنت شايف ان كلوب سابوا سابوا يعني بلا حلول خالص طيب بالوقت الليفر بول زي ما انت قلت كان فيه رعونا من كل الخطوط ضغط بكل خطوط وكنا بنشوف ادي وسط الملعب اهو كيرتس جونز ومعا فابينيو وكمان طول الوقت بما ان الفرقة وقفة وراء كلهم تحت الكرة خلاص ادي برضو اليوت طاير روبرتسون طاير وكمان عندي فان دايك وجوميز بيلعبوا الكرة لحد وسط الملعب هنا تقدم السرد باكين ضغط على نوتوينجان فورطان انا ضغط بكل خطوطي وبحاول اعمل كل حاجة في الكرة مفيش فعالية على المرمى وفيه خطأ في التمركز ان انا مش عارف استغل صلاح مش عارف استغل فرمينيو مش عارف اجيب جون طب فرقة زي دي وقفة وراء هتخطفني ازاي هلتخطفني بلعب مفتوح صعب جدا طيب جاء الحل من ساب بيس من كرة سابتة انا عايز بس هنا انا قاصد اللقطة دي اتكلمنا وانت شكرت كريم المرة اللي فاتت فيه مستوى فندايك انه رجع لبرايم فندايك او البستوى اللي احنا عارفينه في مبارات الستي نفس التزابزب بتاع الفرقة هو نفس التزابزب بتاع النهاردة مين بيوقف مين مسؤول عن منظومة نقف يوقف اللعيبة صح او يمسك بكرة انا بمسك اللعيبة اعتقد انه يجب يكون فندايك هو قائد الدفاع مين اللي بيشاور هنا في النص ده روبرتسون يعني ممكن يعني بيتفاهمه لكن هنا كان لازم فندايك هو لياخد المبادرة كرة تلعبت كلهم على خط واحد راحت ليه الوينج كرة بالعرض يمكن مش باينة اوى معانا اللقطة لكن كان فيت رعونة من انه كان واقف بجنبه بشكل بشكل غريب جدا فندايك كرة طبعا فيها لك كبير جدا فيها حز خبطت فيه القائم فندايك كسل او ملحقش انه يرجع تاني يعمل الارتداد وانه يلعب النجيري سجل الهدف طيب